صلى عنه با اخواتي ازاي بربع كبدة في الغلا اللي احنا فيه ده ااكل اربع افراد يلا بينا اول حاجة الفلفل الرومي والفلفل الحامي بعد كده في طاصة حطيت في حبة زيت مع فصين ثم هروسين ورميت عليهم البصل البصلية كانت كبيرة ومتقطعت رنشاط رميت عليها الكبدة تاخد تشويحة الغاية لما تبقى رصاصي كده مع طمطمتين متقطعين مكعبات والفلفل الرومي والفلفل الحامي وقلبتهم كويس والبهرات كانت ملح وكسبرة وكمام قلبت البهرات مع الكبدة وحطت لها نقطة خل صغيرة لازم نقطة خل بتدي طعم قعدت تقلبها وبعد كده وطيت عليها النار وغطيتها حلة ديئتين بالزبط وكلت اجمد نص كيلو كبدة او اكتر مش ربع كيلو وكمان الطماطم والفلفل والبصل وغديم من طعم الكبدة يعني لو في السندوتش جالك بصل مش هتصدق ان ده بصل من طعمته حلوته بدان فيه كمون يبقى عصر لماء ودي لقمة العيش اللي بنعمل فيها السندوتشات عملت يجي عشرين رغيف ما عطبق حباش تحينها عطبق خيال يلا اخواتي نصلى على النبي في الكومنتات وندوس لايك انجو عليك اخواتي ما تدوسوا لايك بقى